أربعون جلسة لانتخاب الرئيس ولا رئيس ليس هذا وحسب ففي كل مرة تخف حماسة الحضور ليبلغ عدد حاضري هذه الجلسة أربعين نائبا وهو رقم الأقل منذ بدء جلسات الانتخاب حال من الأحباط مسيطرة على النواب يدركون عدم الجدوى من الحضور في كل مرة لكنه فرض عليهم وواجب كما أكد النائب جورج عدوان بتأسف بعدني على أربعين جلسة وما قدرنا ننتخي برئيس جمهورية وشايفين من اللي عم بعطل اللي عم بعطل واضح أنه هو الحزب الله ومحاولا أنه هو يحطه بقالب بقالب أنه بأيد الجنرال عون ولكن واضح أن حزب الله يريد أن يبقي هذه الورقة بيده من أجل أن يستعملها في موضوع المفاوضات حول العقوبات وحول دوره في المنطقة إذا حلفاءنا بدلون جنرال عون طيب كويس خلي حلفاءنا ينزلوا كلهم مع كل النواب على مجلس النواب وينتخبوا الجنرال عون مش هي أو ينتخبوا اللي بدلون إياه وبالتالي مين بينجح بينجح هذا انتخاب ولا عملية تعيين هذه تعيين اللي عم بصير يا بتنتخبوا زيد من الناس أو مرسل في انتخاب هذا مش انتخاب هذا تعيين نحن نريد أن يكون فيه هناك انتخاب حر لللبنانيين وكما في كل جلسة تتحول القاعة العامة إلى قاعة لتدول مواضيع الساعة التي كان آخرها قانون الانتخاب الذي احتضنت نقاشه القاعة نفسها رئيس الجمهورية له الدوري الأساس في عملية النظر في القانون والتعليق عليه أو ربما رده نحن عم نسحب من رئيس الجمهورية هذه الصلاحية يجب أن نستعيد لرئيس الجمهورية هذه الصلاحيات التي موجودة هي بالدستور وبالتالي بعتقد أنه عندما نرجع إلى تصويب بصلتنا بنوجد أنه انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس الانتخابات البلدية كانت حاضرة ونقشت نتائجها في الزوايا أنا على اتصال مع أستاذ عشراف وبالتالي هذا الأمر هو قيد الدراسي المستفيضة داخل تيار المستقبل نحن موقفنا واحد وأنا أكثر من مرة أكدت على أنه في المستقبل فيه هناك قرار واحد فيه هناك وجهات نظر وهذا من الأمور التي نعتز بها كتير المستقبل بأنه حاضن لكل الأفكار التي نجب أن نتداول بها ونستمع إليها ونعطيها حقا في البحر ومن ثم بعدين يكون لدينا قرار واحد هي الجلسة الأربعون إذن والأولى من السنة الثالثة للفراغ ولا شيء في الأفق يوحي بأن الأمور تتجه إلى حلحلة جلسة بعد جلسة تزداد الهوة بين الأفريقاء السياسيين وتزداد العناوين والاستحقاقات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية والتي كان آخرها الغوص في قانون الانتخاب من جهة والانتخابات البلدية من جهة أخرى من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة مع ظاهر تلفزيون المستقبل